الاعلان اللي عمله امير مونير على موضوع العمرة ويطلع يقول لك طلع بيان من القزة ده ما هو الراجل ما عملش بره البيان على فكرة الراجل قال انها فيها اجازة واللي قالها يعني جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة اقل ده رأيي الجمهور واهل العمرة ان الوكالة او الانابة من الحج او العمرة جائزة عن المتوفي او العاجز والمريض اللي هو لا يرجى برقه ما هوش هيشفع فيا يا جوز ده رأيي الجمهور من اهل العمرة رأيي جمهور الفقهاء حنفية والشافعية وحنابلة عكس رأيي الامام مالك انه قال ان هو لا ما ينفعش ليه الا لو وصل متوفزة نفسه ان حد ايه ايه يعمل وقال اصلا ان الموضوع العاجز ده لانه فقد القدرة فرفع عنه الامر يعني الامر فيه اجازة اه يعني يا جوز اه بس احنا لما نعرفش احنا لما نعرفش فما تجيش انت بقى تكون على نهج سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعيد وما انتش عارف وما انتش كذا وتجي تفتي بغير علم ليه يا عم بتفتي بغير علم ليه نوبك سواب ليه وديته الرجل ويتسجن الرجل ويعتقل ليه على حاجة زي كده لجنة الفتوى الدائمة كان لها اصلا امر قال اذا اعتمرت عن نفسك جازة لك ان تعتمر عن امك او ابيك ان كان عاجزين الكبر او مرض لا يرجى برقه يعني فيه ايجا اه فوق كل ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جال يسألوا يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا ازعان قال افحج عن ابيك واعتمر